وفي الأنبار أيضا تعرض المجمع السكني في ناحية البغداد غربية مدينة رمادي لقصف بخمسين صاروخ كاتيوشا من قبل تنظيم داعش وذكرت مصادر محلية في الأنبار أن القصف أسفر عن وقوع قتل وجرح بين سكان الناحية هذا وتشهد ناحية البغداد يهجمات متكررة من قبل تنظيم داعش تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا واضحا بحسب مراقبين على مدن الأنبار الغربية خاصة تلك التي تسيطر عليها القوات الأمنية فنحية البغداد تتعرض باستمرار إلى هجمات متعددة آخرها كان هجوما بنحو خمسين صاروخ كاتيوشا فيما لا تزال العملية العسكرية التي تستهدف المناطق بين هيت والبغداد مستمرة من دون تحقيق تقدم أما عامرية الفلوجة فشهدت وصول تعزيزات عسكرية كبيرة في الآليات والأسلحة حيث أشارت مصادر إلى أن هذه التعزيزات هدفها استعادة الفلوجة من قوضة داعش وتزامن وصول الإمدادات مع إنهاء عدد من المتطوعين من أبناء الفلوجة دورة تدريبية على حرب الشوارع في معسكر الحبانية شرق الأنبار وتحديدا في قضاء القرمة اندلعت مواجهات مسلحة بين عناصر داعش والقوات الأمنية في مركز القضاء مع نزوح عدد كبير من العوائل باتجاه الفلوجة فيما ذكرت مصادر أن الفلوجة تتعرض إلى قصف يومي بشتى أنواع الأسلحة والقذائف والصواريخ مما يؤدي هذا القصف إلى وقوع خسائر بشارية في الصفوف المدنيين وأضرار مادية كبيرة في المباني والبنى التحتية لقناة الفلوجة سلام خالد